اشتركوا في القناة مؤلم جدا لمن يحكمون هذه السلطة لمن يترأسون هذه السلطة في العراق منذ عام 2003 حتى الآن عشرين سنة وقضية الدولة وعدم وجود دولة في العراق يحاولون بشدة طرق طمس معالمها أو الرد عليها بطرق غريبة عجيبة ومن هذه الطرق ما جاء على لسان هذه العامري زعيم ميليشيا بدر كما تعرفون أن هذه العامري واحد من الرعاة الأساسية من الرؤوس الكبيرة التي راعت هذا المشروع يعني من نواطير هذا المشروع لأن المشروع قامته أمريكا ويدته إيران وحمته وتمسكت به كل هذه الميليشيات وأولها بدر هذه الميليشيا التي يتزعمها هذه العامري فهذا الحديث يعني يبدو صار مؤلما بالنسبة إليهم لذلك خرج ليقول بالنص نحن بنات الدولة العراقية ودافعنا عن الدولة ولولانا لم تكن هناك دولة الله أكبر يعني أولا هذا اعتراف يعني لنفترض مجازا أن هناك دولة وسنرض على ذلك ونتحدث عن هذا الموضوع لنفترض مجازا أن هناك دولة عندما يقول نحن بنات الدولة العراقية ودافعنا عن الدولة ولولانا لم تكن هناك دولة بمعنى أنه يتبنى كل ما حصل في العراق منذ عام 2003 لحد الآن وما حصل في العراق منذ عام 2003 هو الفساد والخراب والقتل والتحجير والطائفية والفكر النشاز والاقتصاد والاقتصاد الذي بلا سياسة والفوضى العارمة في السياسة في الأمن في المجتمع في الاقتصاد في كل الاتجاهات البلد غرق بالمخدرات غرق بالفقراء والعاطلين عن العمل هذا كل اعتراف واضح بأنه مدام هذه الدولة هم الذين أسسوها وهم بناتها وهم رعاتها وهم الذين دافعوا عنها ويقول ولولانا لم تكن هناك دولة إذن هذه الدولة التي بهذا الشكل هم الذين أسسوها على هذا النحو ولذلك سميت الدولة العراقية عد كل مراكز الدراسات وعد كل الدول يعني عندما يضعوا المعايير معينة يصفون العراق بأنه دولة فاشلة الآن يتحدثون بلغة أخرى يعني أمريكا تحاول أن تحسنها فتقول الدولة الهشة فهي الدولة الفاشلة لأنه نحن في منذ عام 2003 لحد الآن في مصافي الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم في مصافي الدول الأكثر بطالة في العالم بين الخمس دول الكبرى في البطالة في العالم مع الأسف الشديد بين الدول الفقيرة في العالم بين الدول المتهرئة أو أسوأ عاصمة في الدنيا أسوأ مدينة في الدنيا تلوث انتشار للسلاح السلاح منفلت في كل مكان القتل والتهجير والاختيالات أمن غير موجود هذا كل جزء من هذا الذي يسمونه هم الدولة لكن نعود ونتحدث ونقول أو نسأل نفسنا ونسأل الجميع والكل يسألوا نفسهم عن أي دولة يتحدث هذه العامر والتحدث كل هؤلاء الذين في العملية السياسية عن أي دولة ما شكل هذه الدولة وما معيرها يعني ما شكل هذه الدولة التي يتحدث عنها ويقول نحن بنات الدولة العراقية أي دولة العراقية التي بنوها ما شكلها هذه الدولة وشنو معايرها وشنو صفاتها وشنو ضوابطها ما وزنها وقيمتها محليا في العراق وأقليميا وعربيا ودوليا دعكة من أمريكا الآن تعطيها دور ساعي بريد ودي رسالة جيب رسالة تجبر الآخرين على التعاطي معها وأنتم تعتقدون وتريدونه هم متعتقدون تعرفونه جيدا لكن تريدون أن تزوروا الواقع وتقولوا أن نشوفوا دور العراق كبير لذلك العراق الآن في كل مكان والدول تفتح سفاراتها هذه لأن أمريكا تريد لهذه التجربة أن لا أحد يتحدث عنها لأنها تجربة مالتها وهي تجربة فاسدة ومخربة ومدمرة وهذا ما تصنعها أمريكا وأمريكا لم تصنع في حياتها وأي مستعمر لم يصنع في حياتها تجربة إلا سيئة وفاسدة وخربة وثارت عليها الشعوب يعني ما شكل سياسة هذه الدولة التي تتحدثون عليها ما شكل اقتصادها ما شكل أمنها ما شكل مجتمعها ما شكل التعليم حدثني عن التعليم ما شكل التعليم فيها ما شكل الرعاية الصحية فيها ما شكل الجيش والشرطة وقوى الأمن هذه الأجهزة الأمنية التي تتحدثون عنها كلها تابعة إلى ميليشيات وتوجهات أخرى هذا شكل الدولة هذا عملها ما شكل جوازها هذا الجواز السفر الذي هو أسوأ جواز في الدنيا بعدنا بس أفغانستان أسوأ جواز في الدنيا كل جوازات في الدنيا يعني العراق يدخل في أي مطار يحرج وهو من هذا التاريخ العظيم وهو من هذه المعرفة وهذه النفسية الطيبة وهذه العقلية المنفتحة وهذه الرؤية الطيبة هذا اللي يبنى الحضارة واللي يعلم الناس الكتابة واللي علم الناس شون يبنون مدن شون يسون العجلة شون يوضعون القوانين هذا ابن هذا البلد بكل حضارته يقف في المطارات كأنه متهم نرى هذا الجواز الذي لا يساوي شيئا بسبب وزن الدولة التي تتحدثون عنها هي هذه الدولة فقر وبطالة وأمراض وانفلات أمني وفوضى وخراب ودمار هي هذه الدولة أي دولة يعني أي دولة التي تتبجحون في أنكم بناتها ودافعنا العراق لو لا لم تكن دولة يعني وهذه العامري بالذات عندما كنت تقاتل مع إيران والد العراقيين هل كنت تدافع عن الدولة العراقية؟ مع الأسف الشديد يعني هذا وضع غريب عجيب في الوقت الذي كل القوانين من ضمن القوانين العراقية التي تقول أنه الذي يقاتل الذي يتعامل مع دولة أخرى ضد دولتها بغض النظر عن النظام لأنه دائما ما نقول تعارض النظام شكل وتعارض بلدك ووطنك شكل آخر لذلك من يعارض وطنه ويقف ضد وطنه وضد شعبه هذا في كل القوانين كل الدنيا هو خائن ويحاكم بالخيانة العظمى ويعدب ليس يصير وزير ويصير مسؤول ويتحدث عن الدولة التي بناها أي دولة بنيتها وأنت تنتمي إلى دولة أخرى وتنتمي إلى رؤية أخرى واستراتيجية أخرى وأهداف أخرى ومشروع آخر الحديث يجب أن يكون موزون لأنه عدد ذلك سيخرج عن الواقع وخروجه عن الواقع يعني أن العراقين سيضحكون عليه أن هذا الشعب الراقي الذكي الذي يعرف الذي مع الأسف الشديد عانى من الويلات هذه العشرين سنة من جراء هذا الكذب والادعاءات وجئنا من أجل المظلمية وجئنا من مجد يا مظلمية أنتم لا تمثلون لا شيعة ولا سنة ولا كراد ولا بكل قواكم التي في العملية السياسية سنية كردية عربية شيعية تركمانية معرف منية لا تمثلون من تقولون أنكم تمثلونهم هذه كذبة كبيرة كل القواة هذا هذا ما لا علاقة أنا أقول لك أن السنة هؤلاء الذين في العملية السياسية لهم مثلون السنة والشيعة في العملية السياسية لهم مثلون الشيعة والأكراد الذين في العملية السياسية لهم مثلون الأكراد وبدليل أن الناس اللي هي من هذه المكونات يرفضونهم وبدليل أنه في ثورة التشرين حرقوا مقراتكم وطردوكم من الجنوب الذي تعتبرونه وحاضنة لكم وقمعتوهم بالرصاص والحديد والقتل ودنزيتهم قوات وميليشيات تقتنهم وتسحلهم وتهددوهم ليلة نهار والعشار تتقاتل فيما بين هياة الدولة الدولة هذي فيها المفلات يا أجل سميها دولة إذن لا دولة في العراق بكل المعايير لا وجودة لدولة في العراق لأن الدولة لديها معايير ولديها أسس ولديها ضوابط معينة هذه غير متوفرة في العراق فالحديث عن بنات دولة ودافعنا عن الدولة ولولا لم تكن هناك دولة هذه كذبة كبيرة هذه مجرد سلطة أنت تتحدث عن سلطة وهذه سلطة عصابات ليس أكثر هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة يا عزيزي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وأرتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة